لا يخفى على أي شخص مهما كانت معلوماته بسيطة عن الشؤون العسكرية أن الجيوش مهما بلغت قوة أفرادها وتطور أسلحتها لن تكون قادرة على إنجاز الأدوار المناطة بها من دون أجهزة استخبارية تكون العين الكاشف لها عن مكامل الخطر مديرية الاستخبارات العراقية كانت إلى جانب أجهزة وصنوف أخرى السباقة دوما في درء الخطر عن البلاد من خلال اكتشافها الكثير من الشبكات الإرهابية وتوفيرها المعلومات اللازمة للقوات الأمنية العملية الأخيرة للاستخبارات كانت وبالتعاون مع مكافحة الإرهاب في محافظة كاركوك وتمكنت من خلالها وعبر ما لديها من معلومات توفرت من خلال مصادرها الموثوقة من استدراج إرهابي انتحاري إلى موقع قريب من مبنى المديرية في كاركوك ومعالجته وقتله على الرغم من حمله حزامين ناسفين ورمانات يدوية حاول رميها على القوة التي تولت القراء عليه هذه العملية وسابقاتها أثبتت أن الاستخبارات بما تتصف به من كفاءة ومهنية قادرة على أن تكون درعا حاميا للوطن وعينا ساهرة ترصد الأخطار المحدقة بأبنائه وأرضه ترجمة نانسي قنقر